فلهذا بيّن الله حصول هذا التنافس فقال الملائكة الكرام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فهم الملائكة من خلق آدم بمجرد إخبارهم أنه سيكون خليفة في الأرض وأنه قد هُيِّئ له ما فيها فقد رأوا ما أعد الله فيها من المآكل والمشارب والشهوات وما جعل فيها من السبل والمياه والثمار والأشجار وغير ذلك فعرفوا أن الذي يسكنها وقد خلق خليفة فيها سيكون عرضة لاتباع الهواء وعرضة لحصول كثير من التغيرات وخلاف الطاعات وأنه ربما وقع في بعض المعاصي فلذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فبالضرورة إذا عاش الإنسان فطبيعته منافية للبيئة والطبيعة فلابد أن يغير في البيئة فإذا صنع فصناعته مثيرة للحرارة ومثيرة للغبار وهذه كلها منافية لأصل الطبيعة إذا استعمل أكل أو شرب فإن ذلك مقتض لحصول فضلات وهي كلها منافية للطبيعة إذا تصرف في الذهاب والمجيء فإن ذلك مؤثر كذلك في الاكسوجين الذي يتنفس به فهذا كله مقتض لتغيير في هذه الطبيعة والبيئة فلذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بضرورة التعايش في هذه الأرض عرف الملائكة الكرام أنها مسخرة لحصول التنافس بين أهلها وأن أهلها لا بد أن يختلفوا فطبيعة العالم السهلي تختلف عن طبيعة العالم العلوي فالعالم العلوي أهله ليس بينهم هذا التنافس وليس بينهم أي شيء يقتضي نفرة وهم جميعا مسخرون للطاعة أما العالم السهلي فبضرورة لا بد أن يختلف أهله ولا بد أن يتنافسوا ولا بد أن يعتدي بعضهم على بعض فهذه فطرتهم وهذا أصل خلقتهم فلذلك قالوا يسفك الدماء وفي مقابل ذلك أشاروا إلى هذا التنافس فقالوا ونحن وهم يمثلون العالم العلوي نسبح بحمدك ونقدس لك فكل أعمالنا إصلاح ليس فيها إفساد ولا إراقة للدماء وكل ما فيها إنما هو نفع وفضل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وتسبحهم بحمد الله أي أنهم يثنون عليه ويذكرونه فيسبحونه وينزهونه ويحمدونه وهذا معنى نسبح بحمدك نسبح مع حمدك ونقدس لك أي أنهم يقدسونه ويجلونه ويعظمونه في التقديس التعظيم فهم كل أعمالهم إنما هي عبادة لله كما قال سبحانه وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع وأربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أوراك فلذلك أشار الملائكة الكرام إلى ما يقومون به من الأعمال ليس ذلك منًا على الله جل جلاله فهم يعلمون أن ذلك من توفيقه ونعمته ولا تمن تستكثر ولربك فاصبق نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وإن يعصمنا من الزلل في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة